دخلت سيدة إلى محل ملابس فاخر لتشتري لأبنائها ملابس العيد ولاحظت أن شاباً في الثلاثين من عمره يبدو عليه الفقر والحاجة يقف وينظر إلى الملابس خارج المحل عبر الزجاج ومعه طفله الصغير فنادت عليهما وطلبت منهما الدخول للمحل ثم طلبت من الأب أن يختار لابنه ما يحب من الملابس فنظر الأب باستحياء إلى ملابس الأطفال الذي أمامه وأطال النظر إلى نوع معين دون أن يتكلم فقامت السيدة بطلب قطعتين وأعطتهما للطفل وظلت جالسة تشاهد فرحته وضحكه مع أبيه شكر الأب الفقير السيدة شكراً كثيراً وخرج من المحل متوجهاً إلى بيته وهو في سعادة لا توصف وبعدما انتهت السيدة من التسوق ذهبت لتستلم فاتورة الحساب ففجأت بأن الفاتورة فارغة ومكتوب فيها من صاحب المحل نحن لا نمتلك آلة حسابية تستطيع حساب ثمن الإنسانية في نفس اليوم وبعد أن عاد الأب الشاب إلى بيته سعيداً قرر أن يقوم بعمل قدر استطاعته يسعد به الآخرين فكان يملأ زجاجات كثيرة بالماء المثلج وينتظر أمام محطة القطار الثانية والنصف ظهراً والحرارة مرتفعة ثم يصعد بالقطار حاملاً زجاجات المياه الباردة ويقول للركاب وهو يتصبب عرقاً من يريد أن يشرب ماءاً بلا ثمن ثم يسير ويوزع على كل الناس زجاجات وهو يبتسم وهكذا في كل عربات القطار ثم يعود ليأخذ الزجاجات الفارغة أو ما يتبقى فيها وعندما سأله أحد الركاب وكان يبدو من هيئته أنه صاحب منصب أو تجارة لماذا تفعل ذلك؟ فقال بالحرف الواحد أنا موظف بسيط وأجري لا يكفيني وأسرتي ولا أستطيع أن أتصدق بأي شيء إلا الماء فأضع في ثلاجتي كل يوم خمسين زجاجة وأحملها عند ذهابي لعملي وأوزعها بقطار الثانية والنصف فقد علمت أنه كلما زادت الصدقة زاد الرزق فابتسم له الراكب وأعطاه رقم هاتفه وقال له سأنتظر اتصالك على هذا الرقم لقد عينتك محاسبا في شركتي بأضعاف راتبك لأنك ستكون أمينا على مالي وستراعي الله وتراقبه في كل تصرفاتك شعر الأب بفرحة شديدة وحي الراكب ودع له بالتوفيق وعاد إلى بيته في سعادة لا توصف قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تعود رجل صالح أن يضع أول كل شهر بالمقعد الخلفي وبمؤخرة سيارته مجموعة كبيرة من العلب بها أرقى وأغلى أنواع الشوكولاتة ثم يتجه بسيارته إلى بلدة فقيرة تبعد عن بيته مسافة نصف ساعة بالسيارة وكان له جار بخيل رغم ثرائه يراقب ما يقوم به كل شهر وفي أحد المرات وأثناء تحميل الرجل الصالح العلب بالسيارة اقترب منه جاره وقال له وهو يبتسم إلى أين ستذهب بكل هذه العلب الجميلة الأنيقة؟ أرى من أغلفتها أنها من أرقى أنواع الحلوى ابتسم الرجل وعرض على جاره أن يذهب معه ليرى بنفسه أين سيذهب ولماذا؟ فوافق الجار وترك سيارته وراكب بجانبه وفي الطريق بدأ الرجل الصالح في قراءة القرآن بصوت جميل ولم يتوقف عن القراءة حتى وصل إلى البلدة التي يقصدها وطلب من جاره أن يحمل معه بعض علب الشوكولاتة ثم طرق أحد الأبواب ففتح له طفل صغير وعندما شاهده صرخ من الفرحة وقال لأمه وإخوته العم الطيب جاء بالشوكولاتة ثم طرق على باب آخر فخرجت له سيدة مسنة وعندما شاهدته أخذت تدعو له بأن يرزقه الله الصحة وأن يستر طريقه ويطعمه من ثمار الجنة كما جبر بخاطرهم استمر الرجل وجاره يوزعان العلب على بيوت البلدة بأكملها وبعد الانتهاء من التوزيع استقل الرجل الصالح سيارته وبجانبه جاره الذي سأله وهو في دهشة كبيرة لماذا هذه البلدة بالذات التي تجيء إليها وتعطيهم هذه العلب وأما كان من الأفضل أن تعطي هؤلاء الفقراء أموالاً بدلاً من الشوكولاتة ابتسم الرجل وقال لجاره هذه البلدة التي عشت فيها طفلاً فقيراً يتيما وكان بعض أهلها رغم فقرهم يعطفون علي ويأتون لي بالحلوة التي أحبها والتي ما زال طعمها في فمي وعندما كبرت ورزقني الله من فضله أردت أن أرد لهم بعض ما يستحقون أما سؤالك الثاني فافتح حلبة وانظر ما بداخلها فتح الجار العلبة فوجد مبلغاً من المال فزادت دهشته وسأله لماذا لا تعطيهم المال وفقط أو تأتي لهم بحلوة أرخص من هذه النوعية قال الرجل وهو يبتسم أنا أعطيهم المال داخل العلب حفاظاً على شعورهم إذا ما أعطيتهم المال يداً بيد أما الشوكولاتة فأنا أحب هذا النوع كثيراً والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وظل الجار يسأل والرجل الصالح يجيب وفجأة خرجت سيارة عن مسارها وكادت أن تصطدم بسيارتهما لولا أن الرجل الصالح استطاع أن يبتعد عنها في آخر لحظة فابتسم وقال لجاره الحمد لله لقد نجان الله بفضل دعاء الطيبين أصحاب القلوب السليمة بكى الجار وقال وأيضاً بفضل عطفك على المساكين من الآن سأخصص مبلغاً من أموالي شهرياً وأوزعه على المحتاجين عسى الله أن يزيح عني وعن أسرتي ما نحن فيه من هم ومرض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شاب صالح يتق الله ويعمل على إرضائه بعد زواجه بعام رزقه الله بطفلة جميلة وأثناء ذهابه لأمه ليخبرها بخبر ابنته وجد طفلاً في الخامسة من عمره يبكي ويطلب من أحد المطاعم بعض الطعام فاشترى له ما أراده ثم عرف أن هذا الطفل يتيم وأن أمه فقيرة وتنفق عليه هو وإخوته الأصغر منه فتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين وأشار بالسبابة والوسطى وقوله أيضاً من مسح رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة ثم ذهب إلى أم الطفل وأخبرها بأنه سيتكفل بابنيها حتى يستطيع الإنفاق على نفسيهما وطلب منها بعدم إخبار ابنيها عن هذا الأمر عندما يكبر وتخبرهما إذا سألاها أنها تنفق من إرث أبيهما الذي تركه لهما فشكرته الأم وداعت له ظل الشاب في إنفاقه على ابني الأرملة وبعد خمسة أعوام وفي عطلة نهاية الأسبوع وأثناء ما كان يجلس في إحدى الاستراحات مع أسرته فجأة حضر بعض الأطفال ليبلغوه أن ابنته الصغيرة قد غرقت في المسبح وفي الحال وجد لسانه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها قالها وهو يسرع إلى المسبح وعندما وصل أخرج ابنته من المسبح بسرعة وحاول إسعافها وبينما تأكد الجميع أن ابنته قد ماتت إلا أنه ذهب بها إلى المستشفى وهناك أدخلها الأطباء إلى غرفة العناية المركزة وبعد قليل خرج طبيب ليقول له ماتت ابنتك أخذ الأب يبكي وقال للطبيب ابنتي لم تمت في قلبي يقين يخبرني أنها لم تمت وبعد تقائق حضر طبيب استشاري ليفحص الحالة ويتأكد منها ثم خرج هذا الطبيب مسرعاً ليبشر الأب أن طفلته ما زالت على قيد الحياة وأن قلبها بدأ ينبض من جديد وبعد يومين خرجت بفضل الله من العناية سليمة معافاة فاقترب الطبيب الاستشاري من الأب وقال له إن ما حدث لابنتك يعد معجزة فكيف يتوقف قلبها هذه المدة ثم يعود للنبض من جديد دون أن يؤثر على وظائف الدماغ والكلا ماذا عملت في حياتك حتى يكرمك الله هكذا؟ قال الأب لا أذكر شيئاً مميزاً عملته غير أني قائم بما أوجب الله علي من الصلاة في وقتها وباقية أركان الإسلام ثم صمت الأب قليلاً وتذكر كفالته لليتيمين سراً فلم ينطق بشيء وجعل هذا السر بينه وبين الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتأكد أن بكفالته هذه تكفل الله بابنته ونجاها من موت محقق فحمد الله وشكره واستمر في عمله الصالحي قدر استطاعته الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون توفي رجل فقير كان لا يملك من الدنيا شيئاً سوى حسن الخلق وترك لزوجته ابنين أحمد وهو الإبن الأكبر وعمره خمس سنوات وكان يحفظ بعض آيات القرآن كان والده قد قام بتحفيظها له وشيماء وعمرها سنة واحدة ويوم العزاء سمع أحمد في حزن من كل الحاضرين جملة من أين ستأتي هذه الأسرة بالطعام وما أحزنه أكثر هو بكاء أمه وهي تحمل أخته وتخبره بأنهم قد ضاعوا وفجأة نهض أحمد وأخذ أخته من بين يدي أمه وقال لها لا تخافي يا شيما فلن يضيعنا الله وبعد انتهاء العزاء قالت الأم لابنها بحزن بعد عام من المفترض أن أقدم لك في المدرسة وهذا الأمر يحتاج الكثير ولا أعرف كيف سأدبره بل لا أعرف كيف سأدبر مصاريف الطعام لنا ابتسم أحمد واحتضن أمه وقال جملة واحدة لن يضيعنا الله مر شهر على موت الأب ولم يدخل بيت الأسرة أحد حتى ليطمئن عليهم فاقترح أحمد على أمه بعدم دخول المدرسة وأن يعمل لينفق عليها وعلى أخته فرفضت الأم وأقنعته أنه ما زال صغيرا وأن أجرته لن تكفي شيئا واستقر الأمر على دخوله المدرسة وسوف تدبر أمر مصاريفه من الأجرة التي ستأخذها من الجيران مقابل تنظيف ملابسهم دخل أحمد المدرسة ولاقى من زملائه سخرية كبيرة بسبب ملابسه وحمله الكتب على يديه ولكنه لم يهتم وفي العام الثاني اقترح على أمه أن تخبز الأرغفة التي تجيد خبزها داخل فرن الطين ببيتهم على أن يحملها فوق رأسه ويقوم ببيعها بالمدينة المجاورة لقريتهم وفي أول يوم باع كل الأرغفة ومع الأيام أصبح له زبائن كثيرة فطلب من أمه زيادة الخبز وبفضل الله كان ينجح في مدرسته ومع الأعوام التحقت أخته بالمدرسة وعاش مع أمه وأخته حياة كريمة حتى تخرج من الجامعة ثم أنشأ مشروع لبيع الخبز الذي تصنعه أمه وبعض النساء في القرية وعام وراء عام أصبح المشروع أربعة وتخرجت أخته من الجامعة وأصبحت طبيبة وفي أحد الأيام وهو ذاهب لإحدى القرى ليتفق مع بعض أهلها لتوريد خبز له شاهد أهل القرية يشيعون رجلا ومن خلف الناس سمع السيدة التي مات زوجها تمسك بيد ابنها الصغير وتبكي له وتقول لقد ضعنا بعد رحيل أبيك فتذكر يوم موت أبيه وعندما كان في عمر هذا الطفل وأمه تقول له نفس الجملة وتذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ثم ذهب إلى الطفل وقبله وأعطى أمه مبلغا كبيرا يكفي لعمل مشروع لأطفالها ففرحت الأم وقالت له هذا الدين في رقبتي وسأرده لك قريبا بإذن الله فقال لها هذا الدين في رقبتك بالفعل ولكن لا ترديه لي أعطيه لطفل فقير مات والده ومن الممكن أن يضيع قفي بجانبه وإن كنت لا تعرفينه ثم عاد إلى بيته وهو يدعو الله أن يظل هذا الدين ينتقل من شخص إلى آخر ويكون عونا لكل محتاج من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ومنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور جاءت سيدة يزيد عمرها عن ستين سنة ووقفت عند باب إحدى الجمعيات الخيرية فاستقبلها أحد الموظفين وقال لها تفضلي يا أمي فأشارت إلى كيس معها وقالت للموظف أرجوك عد هذه النقود وأخبرني بعددها أخذ الموظف الكيس فوجد النقود كلها من فئة الجنيه الواحد لا توجد أوراق من فئة الخمسة جنيهات أو العشرة وغيرهما فظن أن هذه السيدة تطلب صدقة ولكنه عد المبلغ فوجده مئتي جنيه وأخبرها بالعدد فأعطته كيسا ثانيا وكانت النقود أيضا من فئة الجنيه وأصبح مجموع ما بالكيسين خمسمائة جنيه فسألته السيدة ما هي أبواب الخير التي لديكم فقال لها الموظف طباعة كتب للمسلمين الجدد ورعاية أيتام وأرامل وإفطار صائم وعمرة ونحو ذلك فقالت له يا ولدي قسم هذا المبلغ على هذه الأنشطة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طلب الموظف من عامل البوفي أن يحضر عصيرا للسيدة ولكنها رفضت وأخبرته أنها صائمة فاستنكر صيامها يوم الأحد فأخبرته أنها تصوم يوما وتفطر يوما وعندما وجدت الدهشة على وجهه قالت له يا ولدي من عشر سنوات لم أكن أقيم الصلاة أو أؤدي الفرائض الأخرى كما ينبغي ومرضت بسبب مشكلة في الكبد وما تركت طبيبا متخصصا إلا وذهبت إليه ولكنني لم أجد علاجا شافيا ومن هنا ضاقت بي الدنيا عجز ومرض وكآبة وحزن فدعوت الله وبكيت وتوسعيه ورسلت إليه أن يفرج عني وفي إحدى الليالي رأيت في المنام رجلا حسن الوجه قال لي حل مشكلتك في الكبد ليست في المستشفيات وإنما في الصلاة فقط ومنذ تلك الليلة وأنا أحافظ على الصلوات بسننها وأول أوقاتها وخشوعها فما اشتكيت من كبدي بعد ذلك وبعد أن فتح الله علي في الصلاة عرفت أن مفتاح الحل لمشاكلي في الدعاء فدعوت الله بكل إخلاص وتواصلت به دوما فأهداني منحة أخرى وهي في الصيام فبدأت أصوم قليلا حتى وجدت فيه لذة ومتعة وصحة فأصبحت أصوم يوما وأفطر يوما ثم فتح الله لي باب الصدقة فأنا أتصدق يوميا بجنيه واحد فقط بعد صلاة الفجر مباشرة لأحظى بدعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا أضع الجنيهة في حصالة ثم أجمع المبلغ في أحد الأيام وأذهب به لإحدى الجمعيات الخيرية وكم أنا سعيدة الآن بعدما أخذت مني هذه الصدقة بعد ذلك طلب منها الموظف أن يوصلها لبيتها ولكنها رفضت لأنها لا تريد أن يعرف حتى أولادها بإخلاصها وصدقتها وقالت له لقد جئت إليكم مشيا على قدمي حتى لا يوصلني أبنائي ويعرفون ما أصنع فهذا شيء بيني وبين الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون شاب صالح يتق الله في كل تصرفاته بعد زواجه بعام اشتكت زوجته من صداع دائم رافقها لمدة شهرين فطلب الطبيب منها عمل بعض الأشعة والتحاليل حيث كان يشك في إصابتها بمرض خطير لأن هذه الأعراض تشير إلى وجود سرطان فأخذ الشاب زوجته في سيارته وذهب إلى معمل التحاليل والأشعة وبعد عمل ما طلبه الطبيب نزل الزوجان لركوب سيارتهما فوجد الزوج رجلا عجوزا فقيرا يسند ظهره على السيارة وقد وضع فرشا أمامه به كمية صغيرة من الخص والليمون لبيعها فاقترب الزوج من البائع ونزل على ركبتيه وسأله مبتسما عن سعر الخص والليمون وعندما عرف الثمن أعطاه ورقة نقدية لمبلغ كبير يعادل ضعف ثمن كل ما على الفرش فقال له الرجل العجوز لا يوجد معي نقود لأعطيك الباقي فطلب منه الزوج أن يذهب ويقوم بفك الورقة النقدية من أقرب محل ويعود له بالباقي وعندما غادر العجوز وكان يعرج قليلا في خطوته أسرع الشاب وقام بتشغيل سيارته ووضع كل الخص والليمون على فرش الرجل ثم غادر المكان هو وزوجته عاد الرجل العجوز للمكان فوجد بضاعته كما هي على الفرش فبكى كثيرا بعدما علم أن الشاب أراد تصدق عليه دون أن يحرجه فرفع يديه للسماء ودعا له قائلا حفظك الله يا بني وحفظ أسرتك من كل مكروح وجعل لكم في كل خطوة سلامة ومن كل ضيق مخرجة وفي الطريق بكت الزوجة من حسن تصارف زوجها وعطفه ورقة قلبه على المساكين والتي تعودت عليها منذ أن عرفته وقالت له كلما رأيت عطفك على المساكين والمحتاجين تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء والمساكين وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن ابتسم الزوج وعندما عاد إلى بيته قال لزوجته مبتسما أشعر الآن بانشراح صدر جميل وعندي ثقة في الله أن كل نتائج التحاليل والأشعة ستكون إيجابية ولن يصيبك مكروه فاطمئني إن شاء الله ابتسمت الزوجة وقالت أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره وكل ما يأتينا به خير وفي الموعد المحدد ذهب الزوج لاستلام نتائج التحاليل والأشعة وكم كانت فرحته عندما تأكد أن زوجته سليمة فاتصل بها وبشرها بالخير ثم ذهب إلى الطبيب المعالج الذي نظر إلى النتائج في دهشة وقال للزوج لقد حدثت معجزة وأنا واثق أن هناك دعاء استجاب الله له ورد به القضاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم